بما انك دخلت على الفيديو مش هتخسر حاجة لما تدعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة وفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل الاخبار الجديدة من قناة مساء الاخبار اهلا بكم في قناة مساء الاخبار وفيديو جديد والنهار دا نتكلم عن توقعات لالة عبداللطيف اللي بدأت تتحقق بالفعل بعد اوامر القازمي بعد اللي حصل في بغداد مبارح من تفجير مزدوج مؤسف الحقيقة ونتج عنه مقتل 32 شهيد وايضا 110 من المصابين والجرحة ونتمنى ان شاء الله ان هما يخفوا واصاباتهم تكون طفيفة ما تكونش جديدة اما عن الشهداء فربنا يعز اهليهم ويصبرهم عن مصابهم فقبل ما نتكلم ونعرف ايه التوقع اللي قالت لالة عبداللطيف عن دولة العراق يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة لو لسه مشتركتوش وتفعلوا جرس التنبيهات ولو عجبكم الفيديو عملوا شير ولايك عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس اسمعنا النهاردة ان العراق يأمر باعفاء قيادات امنية واستغبراتية وتحولها للتحقيق بعد تفجير بغداد وفيه حركة كده امنية بتحصل داخل العراق ناتجة عن ذلك التفجير واللي اتكلم عن الموضوع ده ليلة عبداللطيف وقالت ان العراق في 2021 بيدخل مرحلة لا تشبه المراحل السابقة ابدا داخل في مرحلة غريبة واملنا ما شفناها خصوصا التفجير المزدوج ده كنا اول مرة نسمع عنه كان مبارح في بغداد هو عبارة عن واحد ارهابي والتفجير ده على فكرة اعلن عن مسئوليته تنظيم داعش الله يحرقه اللي حصل ان فيه واحد راح فجر نفسه في منطقة اسمه ساحة الطيران ده مكان بيبقى فيه تجمعات للناس فجر نفسه كلنا عارفين عادي ان هما بيفجروا نفسين فوسط الناس الجديد بقى ان بعد التفجير وبدأت الناس انها تتجمع علشان لو فيه مصاب تسعفه او تعرف ايلا حصل وهكذا يعني فبعد ما حصل التجمع بعد التفجير الاول راح التاني فجر نفسه في نفس او قرب مكان التفجير ونتج عنه برضو قتلى اكتر من التفجير الاولين فنتج عن الموضوع ده ان العراق بيدخل مرحلة لا تشبه المراحل السابقة ابدا وده كلام ليلة عبداللطيف وقالته خصوصا على الصعادين الامني والعسكري والسيطرة والحسم هو عنوان العراق في 2021 الحادثة دي او التفجير ده هيخش العراق ان هما يبتد الجيش العراقي يكون فعال واكتر من الاول وده كلام اللي بتقول ليلة عبداللطيف وقالت كمان ان العراق سيحقق المزيد من الانجازات العسكرية وارا يتوسع في السيطرة والانتشار على كل الاراضي العراقية وسنرى الجيش العراقي قوي وفاعل ويجمع كل التواقف والمزاهب العراقية وكمان ليلة عبداللطيف بتوجه تحذير للقاظمي وبتقوله رئيس الوزراء القاظمي عليه ان ينتبه الى امنه ويتخذ اقصى درجات الحيطة والحذر خلال المرحلة القادمة في مشكلة او هيحاولوا ان هما يختلوا خلال المرحلة القادمة فعليه ياخد باله كويس جدا من امنه واللي حصل النهاردة او اللي حصل امبارح كمان امر رئيس الوزراء العراق مصطفى القاظمي باعفاء قيادات امنية واستخباراتية وتحولها للتحقيق بعد التفجيري بغداد وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية وبدأت السلطات العراقية اتخاذ خطوات جدا بشأن التفجيرات الانتحارية التي جهدتها العاصمة العراقية بغداد يوم الخميس امس حيث ترقص رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى القاظمي اجتماعا طارئا لقادة الاجهزة الامنية والاستخباراتية بمقر قيادة عمليات بغداد وفقا لقناة العربية وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي بفتح تحقيق فوري للوقوف على اسباب التفجيرين وملاحقة الخلال الارهابية التي سهلت مرور المنفذين كما وجه مصطفى القاظمي باستنفار الكوات الامنية لحفظ امن المواطن واتخاذ الاجراءات الكفيلة بذلك ميدانيا وهو ده اللي قالته ريلة عبداللطيف هيبقى السيطرة والحسم هو عنوان العراق في 2021 وخصوصا بعد ذلك التفجير يعني سيء جدا اللي نتج عنه تلك الاصابات او نتج عنه الشهداء اللي احنا سمعناها منبارح وكل عزقنا الاهل العراق وان شاء الله العراق هيرجع احسن من الاول بشعبه وباهله شكرا نستنينه في فيديو جديد وخبر جديد على قناة مساء الاخبار